السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض القرص الفلاحي الطرية بطريقة سهلة جدا جدا مش هتاخد معنا وقت وكمان اقتصادية زي ما انت شايفين شكلها مشاء الله حلوي جدا هشة وطرية ونعمة وبيضة من جوة قوي الطريقة سهلة وبسيطة واخد بالكم فيه قرص نعمة دايبة وقرص طرية احنا هنعمل النهاردة القرص الطرية اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين ندخل نشوف المقادير بتاعي بسم الله كباية سمنة على نص كباية زيت كباية الربع سكر معلقتين كبار من الخميرة الفورية معلقة صغيرة ممسوحة من الملح كيس بيكنج بودر وكبايتين من اللبن الرايب او على حسب الضيئ بتاعي ما هياخد انا خدت معلقة من الخميرة انا كده معاية معلقتين خدت معلقة منهم مع معلقة سكر ونص كباية مياه دافية دوبتهم وسبتهم على جنب عشان نعمل لهم اختبار في الوقت دوت انا هنا بضيف البيكنج بودر والمعلقة التانية من الخميرة والسكر والملح وهضيف عليهم كوباية دلوقتي من اللبن الريب وسايبة التانية لو احتجتها الفوران اللي حصل ده حصل من التفاعل من اللبن الريب مع البيكنج بودر ودلوقتي ضفت الكوباية بتاعت الخميرة والسكر والماء اللي انا كنت عاملها في الاول وسبتها لحد ما اختبرتها يعني هدوب كده شوء كويس السكر عشان لما اجي اعجن ما يخرطش في العجينة ويقطعها دلوقتي هبدأ اضيف السمنة مع الزيت يا سلام بقى دي لو سمنة بلدي زي حالتي كده ريحتها فظيع لكن لو ما فيش خلاص مش مشكلة السمنة العادية بتافي بالغرض وبرده طعمها ببقى كويس جدا الدقيق معايا من الوش كمية معينة في دقيق بيشرب السوائل وفي دقيق تاني بيطرد فعلى حسب العجينة بتاعتي ما هتلمه وتاخد وهستخدم دقيق هبدأ كده بالمعلقة هلف كله مع بعض عشان اتأكد من دوبان السكر تماما علشان زي ما قلتلكم ما يخرطش في العجينة ولا يقطعها هخلص كده بقى وهعجنهم كويس مع بعض وعند دماء آآ المون كده كويس كده في معلقتين سمنة بلدي في الآخر او معلقتين زبدة الموجودة عندك يعني بحطها في آخر العجين كده عشان ألم بيها العجينة بتاعتي وتخليها لها راحتة حلوة يعني آخر معلقتين دول بيخلوا العجينة تبقى نعمة طريقة زي ما انتو شايفين كده وفي الخبيز راحتها بتبقى جميلة دلوقتي معنا مع جنتها كويس وزي ما انتو شايفين مشاء الله بتمط جامدة هي هغطيها وسبح حوالي ساعة تخمر هتبقى بالشكل ده اول ما تقبر معي وتعلى وده حجميه ده ضعف هبدأ دلوقتي اخدها واكورها بقجة سغنطوطة كده او على حسب حجم الكرة اللي انت عايزها ممكن كيلو دقيقة من معاكي خمسة واربعين اواربعين قرصة اتنين وتلاتين واحدة بكورها كده ودلوقتي هحطها على صاج مدهون بالزيت يعني دهنت الصاج بتاعي زيت وبدأت اكور كده الكور اللي انتو شايفينها دي هكمل باقي العجيم بتاعي في السكان وبعدين هقول لكم هنعمل فيه ايه؟ بعد ما كورتهم كور بالشكل ده ستبتهم عشر دقايق وبعدين هبدأ ابطتها زي ما انتو شايفين الاولينية دي بالراحة كده وبحنية همشي بالراحة خالص زي ما زي ما انتو شايفين كده بطبطب عليها بالراحة انا بس تقول اللي انا عايزة ان انا اطبطبها كده او ابططها حاجة خفيفة مش عايزة ارقها قوي علشان ما تبقاش نشفة وتعضم معي وطبعا الصاج بتاعي مدهون بالزيت هكمل باقي الكمية كلها بتاعتي بالشكل ده الكور زي ما قلتلكو اول مرة ستبتها عشر دقايق ودلوقتي لما بططها هرجع كمان اسبها عشر دقايق طبعا عشان الجوحر ما بتخدش وقت لكن لو في الشتاء هنسيبها مدة اطول ده ده الكور الكبيرة انا قلتلكو انا عملت كزا حجم هبططها برضو بنفس الشكل هكمل باقي الكمية كلها ونرجع لكو تاين بعد ما خلصت كل القرس اللي معي وبططها كلها بالحجم اللي انتو شايفينه ده السمك بتاعها كويس جدا عشان لما تبدأ تعلم معي تبقى متوسطة وتمام هسيبهم عشر دقايق ودلوقتي هدهنهم بسمنة بالفرشة كده وهدهن وش القرس بتاعتي بالسمنة دي بديل البيض انا بحبش البيض بصراحة في القرس دي بتبقى ليه حتها زفرة ماهما تحط لها برضو لحتة بتبقى مش زريفة خالص ولو عندك سمسم بترشي سمسم مش عايزة خلاص براحتك اه دي القرس التانية هدهنة هي كمان بالسمنة السمنة البلد يا جماعة بتديرها حلوة جدا جدا ما عندي جيش خلاص ادهني بأي نوع سمنة عندك برضو هتفي بالغرض الفرن بتاعي دلوقتي سخن اه انا بستخنك الاول قوي وبعدين بص بالدرجة الحرارة بتاعتي على درجة حرارة 200 وبدخل القرس بتاعتي فيها بتوحط حوادي ربع ساعة لو لقتيها من تحت احمرت ومن فوق لسه وتنفخت وقبت كده ادفل فرن من تحت وايدي الشواية بالزبط دقيقة هتطلع معيك بالشكل الطحفة اللي انتو شايفينه ده بس بها بقى تبرد وعايز اقول لكم انا لما دهنت الصاد زيت اه بتفك معي بسهولة بمجرد ما بتخرج وهي سخنة برجع عدهن والشاهة سامنة تاني بصوا هتشوف الفرق دلوقتي لما هدهنها وقبل ما دهنها بصوا ما شاء الله بعد ما دهنتها شايفين اللمعة واللون والجمال بتاعها حلوة جدا هسيبها تبرد خالص وبعد كده لو انت عاملة كمية كبيرة بصوا يا سخنة جدا بصراحة بس ما شاء الله شو التسوية بتاعتها شايفين طرية بس عشان سخنة مش قادرة مساكها قوي شايفين التروة التسوية بتاعتها حلوة عشان الخميرة كويسة وقعدت المدة التخمير بتاعتها كويس اهم حاجة اختبار الخميرة بتاعتك علشان ما تبوز لكيش العجين وتخسري كل حاجة هوريكم من جوة كمان شاكلها عاملة ازاي بشاي بقى تغططي كده بشاوت سأسقي بيها في الفطار بالليل لقيت نفس الجعانة ومش لقي حاجة تكليحة هتجيبي منها الولاد بيحبوها انا عاملة صغيرة دي عشان الشاي بصوا من جوة مشا الله عاملة ازاي وعاملة الكبيرة دي علشان احنا بنحب نجيب جبنة كده كانت بتعنيه لنا زمان نجيب جبنة ونحطها على وشاها كده ونقعد ناكل فيها قدام التلفزيون بصوا ما شاء الله حلوة او لو هتعمل كمية كبيرة عشان تستغلي وقتك يعني هتحطي كل كيس تعملي كيس على قد الاكلة وعدد افراد الاسرة بتاعتك وتربطي الاكياس بتاعتك وتحطيهم في الفريزر وقت ما تحب تطلعي او اللي عندك خلص بتطلع من الفريزر تسبيه ساعة او ساعتين بيرجع يفك ويبقى معاك بالزبط كأنك لسه خبزين يعني البغبوزات كلها بتبقى كده يعني طريق تغزينها بتبقى كده وبتبقى حلوة قوي كمان شايفين من ورا عاملة ازاي انا مكترة شوية من الصغير عشان عندي اطفال فتبقى الواحدة على قدهم ان شاء الله حلوة قوي اقتصادية جدا وهتعجبكوا قوي ياريتل اول مرة يشوف القناة ما ينساش اللايك والاشتراك او سبسكرايب ويفعل زر الجرس ويتكى على كلمة تشغيل الكل عشان كل اللي بنعمله جديد يوصلكم ان شاء الله من خلال تفعير زر الجرس ده لو ما دغطوش على الجرس او تشغيل الكل مش هيوصلكم حاجة الا قدر كده يعني كده خلصني يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم ما تنسوناش بدعاء وحلوة بظهر الغيب اسلبكم فرعية الله وساعة معاريكم